للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا من رمالله أحمد غنيم عضو المجلس الثوري لحركة فتح أهلا بك أستاذ أحمد إذن عدوان مركب على الضفة الغربية كما تعلم وبكل الاتجاهات ميدانيا سياسيا وحتى اقتصاديا ما الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه في الضفة الغربية في هذه المرحلة مساء الخير لك والجمهور شعبنا في كل مكان والأم العربية والإسلامية لكل المناظرين الصامدين الذين قلوبهم تهفوا مع فلسطين الاستراتيجية الإسرائيلية حقيقة واضحة فيما يتعلق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وهي استراتيجية تحاول أن تمنع الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه الوطنية بإقامة دولة فلسطينية ومن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولذلك أمام الاستعصاء الكبير لقوة البطش الإسرائيلية في قطاع غزة وعدم قدرتهم على تحقيق أي من أهداف الحرب التي أعلنوها بأنفسهم سواء الأهداف المباشرة أو غير المباشرة هم يحاولوا أن ينتقلوا أيضا بشكل متوازي مع هذه المعركة إلى الضفة الغربية وأن ينقلوا سيناريوهات الحرب إلى الضفة الغربية صحيح أن الضفة الغربية مقطعة بين الحواجز إلى كنتونات شبه معزولة عن بعض ولكن هذا لا يمكن له أن يعطل قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار نضاله ضد دولة الاحتلال بصورة موحدة الاستراتيجية الإسرائيلية تريد أن تنتج حالة من الرعب في الواقع الفلسطيني حتى تحاول أن تمنع الشعب الفلسطيني من مواجهة هذا الاحتلال فشلت نظرية الردع الإسرائيلية ثلاث أركان استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي انهارت وأساسها الإنذار المبكر والردع والحسم السريع الثلاثة تهاول ذلك في محاولة استعادة منظومة الردع الإسرائيلية من جديد أو منظومة الأمن القومي الإسرائيلية من جديد ومحاولة استبدال ميزان القوة بميزان الرعب في الأرض الفلسطينية طيب أستاذ أحمد هل نجح الاحتلال في تكريس خطته لعزل مناطق الضفة الغربية ما بين شمالها ووسطها وجنوبها وبالتالي جعل كل محافظة حتى تواجه مصيرها بنفسها المنظور للنجاح الاستراتيجية الأسترائيلية لا يأخذ من حيث قدرتهم على فرض حالة العزل بين المناطق الفلسطينية في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط وحتى في داخل كل منطقة هذا قوة غاشمة تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تفرض وجودها على مقاطع الطرق وعلى تضييق الحركة على الشعب الفلسطيني ولكن هذه القدرة ليست لها ما يكفي من الإرادة لتجعل الشعب الفلسطيني يخضع لقوة الاحتلال نحن إضافة إلى صراع القوة بيننا وبين الاحتلال ندرك أن المعركة ليست فقط معركة صراع قوة لأنه في ميزان القوة لا مقارنة بيننا وبين دولة الاحتلال نحن في صراع إرادات في وعين إلى صراع الإرادات هناك مكونات كثيرة في صراع الإرادات أكبر كثير من حساب ميزان القوة هناك الإقليم وهناك العالم وهذا التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وهذه الحراك على مستوى العالم وأيضا ما يحدث من انقلاب في الصورة التي بنتها دولة الاحتلال منذ تأسيسها إلى اليوم صورة الضحية التي تنهار لأول مرة في التاريخ إسرائيل المتهمة بحرب إبادة وأمام القضاء الدولي ودول كثيرة تسحب أو تغادر مرحلة تهويد التاريخ ومرحلة ولكن أستاذ أحمد كلام صحيح ما تتحدث عنه ولكن على الأرض إسرائيل ماضية في ممارساتها وعدوانها وزير المالية سموتريتش اليوم طالب بهجوم على الضفة الغربية كما يحدث في قطاع غزة ومسؤول في جيش الاحتلال أصدر تعليمات بتزويد المستوطنين بمزيد من الأسلحة في الضفة الغربية إذا أكل ذلك ما الأدوات التي يملكها الفلسطينيون للدفاع عن نفسهم في ظل عدز السلطة الفلسطينية عن حمايتهم أو إن جاز لنا التعبير في ظل اتخاذ السلطة موقف المحايد أو المتفرج على ما يجري في الضفة الغربية من ناحية كلامك صحيح أن حكومة الاحتلال بكل مكوناتها تسعى إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية مرتكز وتغيير المكونات الديمغرافية والجغرافية في الضفة الغربية من خلال فرض صيغ لها علاقة في تهجير الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما أيضا من الضفة الغربية هنا استمعت إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي يهدد طول كرم وخلقيلة والمدن الفلسطينية في الشمال بحرب إبادة مشابهة لحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال في قطاع غزة ولكن هذا العدوان أريد أن أذكر لم يتوقف على الضفة الغربية هو أصلا موجود في الضفة الغربية وما يزيد عن 600 شهيد منذ 7 أكتوبر إلى اليوم في الضفة الغربية ولم تنجح سياسة الاحتلال في كبح الشعب الفلسطيني وفي منعه من الاستمرار النضال ضد هذا الاحتلال أنت كمان أيضا لمست نقطة مهمة لا يمكن لجزء من الوطن أن ينقو بنفسي عن جزء آخر من الوطن لا يمكن استمرار الأداء على المستوى القيادي فيما يتعلق بإدارة استراع هذا الاحتلال بشكل الذي نحن به يعني بيظبطش أن نقول أن دولة الاحتلال تشن علينا حرب إبادة وبالنهاية نقوم بالتعاول معها وكأنها العدو الشريك هذا النوع من التعايش مع هذه الصيغة القديمة التي بنيت على أساس اتفاق أوسلو الذي ذاست في دولة الاحتلال بالذبابات ويعلن نتنياهو أنه بكل مكوناته لا يريد سلطة وطنية فلسطينية ولا يريد منظمة التحرير ولا فتح ولا حماس المشكلة أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس نفسه وحركة فتح نفسها مهددين ولكن القيادة الفلسطينية لا تتصرف على أساس هذا الفهم لا تتصرف على أساس أنها مهددة ماذا يعني أن يمنع عنك الإمكانيات المالية ما لك هذا ما للشعب الفلسطيني الذي يحتجزه ماذا يعني أنه يقول لا يريد الفتح ستان وحماس ستان ماذا يعني أن يحاصر السلطة الفلسطينية ومنعها من الأداء السياسي والديبلوماسي ويحاصرها في كل مكان هو لا يريد سلطة ولا يريد منظمة ولا يريد طرف سياسي المهم أن نستخلص العبر من هذا الوجوم الإسرائيلي الواسع بكل الاتجاهات بالاتجاه السياسي واتجاه الحرب على الأرض وأن يكون لدينا موقف موحد على الأرض الفلسطينية المقاومة الفلسطينية تتنفس من رئة عسكرية وهذه الرئة العسكرية مكنتها للصمود المعجزة لم تكن فقط في 7 أكتوبر كانت أيضا في الصمود خلال الأشهر بأكملها ولكن حركة المقاومة لا يمكن لها أن تنتج رئة سياسية في ظل هذا الواقع الذي يرفض التعامل مع حركة حماس أو يرفض التعامل مع قوى المقاومة بالتالي المؤهل بإنتاج هذه الرئة السياسية هي القيادة الفلسطينية هي حركة فتح وهذا مسؤوليتنا التاريخية مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية أن نفتح رئة سياسية تتنفس منها المقاومة الفلسطينية هذه مسؤوليتنا ومسؤولية القيادة الفلسطينية في هذه اللحظة التاريخية لا يمكن لجزء من الوطن أن ينقى بنفسه عن الجزء الآخر ولا يمكن للقيادة أن نقول أننا لم نكن جزءا من من بدأوا هذه الأحداث وبالتالي نحن لا صلة لنا بها إذا كنت رب البيت فأنت رب البيت في كل شيء وعلينا أن نتحمل المسؤولية بكل الاتجاه أستاذ أحمد المحل العسكري لصحيفة هارتس عاموس هارئيل قال اليوم أن الوضع في الضفة الغربية بقي درجة واحدة تحت نقطة الغليان الشاملة هل الواقع كذلك بعجالة لو تكرمت؟ هو كذلك هذه الساعة التي يمكن أن ينفجر فيها الوضع في الضفة الغربية قادمة لهم وحالة نحن نسمع طرقها على الأبواب هكذا كانت عشية الانتفاضة الأولى وعشية الانتفاضة الثانية العوامل الآن أشد وأكبر وأكثر قوة التي تدفع إلى انفجار كامل في الحالة الجماهرية في الضفة الغربية وعلى كل المستوات الفلسطينية الشعبية والرسمية هذا يعني يقرع أبوابه بشكل تقرع به الأبواب بشكل كبير طيب أستاذ أحمد يعني في الشقة الاقتصادي يعني كنت تشير إلى حجز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل وزير المالية الإسرائيلي بيتسيليل اسموتريش على الجانب الآخر نشاهد قرصنة الأموال بالهجوم على بعض المصارف الفلسطينية في الضفة الغربية بالأمس حرق يعني سوق تجاري في مدينة رامالله وخسائر بملايين الدولارات في هذا السوق كذلك تدمير البنية التحتية في مدن بالضفة الغربية على غرار جنين وطول كرم الهدف من مثل هذه الممارسات التي تستهدف الإمكانات الاقتصادية للشعب الفلسطيني سياسة التجويع في قطاع غزة كانت جزء من حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني هو لا يريد أن يكون هناك أي مقومات للحياة في قطاع غزة حتى يتفع الناس إلى الهجرة ما سماها الهجرة الطوعية هذا محاولة تهجير قصري وإجباري للشعب الفلسطيني الذي لن يهاجر من أرضه وأيضا في الضفة الغربية هناك سياسة تركيع هناك سياسة تجويع هناك سياسة تركيع اقتصادي في الضفة الغربية تشن ضد المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية السطو على البنوك والمؤسسات المييلة في الضفة الغربية هذا السطو مسلح هذه دولة تصرف كعصابة هذه ليست دولة هذا سلوك عصابة تدخل إلى المحلات وإلى الأسواق تحرك الأسواق التي تبيع الخضار وتبيع الخبز وتبيع الطعام للمواطنين الفلسطينيين هي سياسة تركيع اقتصادي للضفة الغربية إلى جانب سياسة التجويع التي تتم في قطاع غزة استراتيجية الاحتلال في مفهوم التهجير ليست فقط لقطاع غزة هي القطاع غزة والضفة الغربية المعركة أيضا الاستراتيجية المستقبلية في الضفة الغربية مع هذا الاحتلال وعلينا أن ندرك ذلك مبكرا أشكرك جزيلا شكر أحمد غنام عضو المجلس التوريلي حركة فتحة داتنا